السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله مثل ما وعدناكم اليوم سوف نتكلم عن النفي النقطة ما هي النقطة؟ النقطة هنا مادة سهلة و بسيقة جدا أولا نعرف الأفعال المساعدة الأفعال المساعدة اللي هي is, am, are, was, where, can't, could, would, have, as, must, should هل هي الأفعال المساعدة ما هي الأفعال المساعدة؟ الأفعال المساعدة عند وجود فعل مساعدة نضع له not شلون يعني she is a teacher she is a teacher كل ما سوى بس ال is isn't she isn't a teacher هاي بالنسبة للإسم they will go to school راح يصير they will not أو إذا أتريد تختصرها they will not I won't go to school هاي في حال وجود فعل مساعدة يعني هنا شملنا هواي أزمنا بهذا الموضوع من خلال وجود الفعل المساعدين إذا ما أكو فعل مساعدة إذا ما أكو فعل مساعدة إذا ما أكو فعل مساعدة إذا ما أكو فعل وراء الفاعل وراء الفاعل يجينا الفعل لكن الروح للفعل هذا الفعل إذا لقيت بـ s الشخص الثالث نعم إذا لقيت s الشخص الثالث تحذف ال s وتخلي doesn't شلون she reads a book she doesn't read a book هذا الفعل هذا الفعل يجينا بالماضي إذا لقيت بـ الماضي راح أرجع للمبارة ونخلي مثال they play tennis they play tennis ش راح تسوي راح أصير they didn't play شغرحت الإيدي هدفناها ليش؟ تنس طيب راحنا للفعل وكل شي ما لقيت بـ لا لقيت بـ s الشخص الثالث ولا لقيت بـ حالة الماضية مثلا they watch tv هنا راح تصير they don't watch tv إذن هنا لازم نتأكد عند وجود فعل مساعد وعند عدم وجود فعل مساعد راح نروح للفعل إذا لقيت بـ s إذا لقيت بـ فعل مجرد راح نخلي بـ don't وإذا لقيت بـ فعل ماضي نقف بالماضي إلى المضارع ونخلي يدع سهلة ووسيطة وما بيها أي اشكال شكرا جزيلا شكرا جزيلا